يا هلا ويا مرحبتين بحبايبي اللي يايننا اليوم في بيتنا يا هلا ومرحبتين بهلنا وناسنا اللي يشرفوننا قصتنا اليوم تقول شو تقول جوهر وبعد جوهر وشنو لا في دعاء لازم نقول يا منذر لازم نتراح يمنا نقول انت دايما تنسى الدعاء اول يمنا لا 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 انت الظاهر ما شبعت نوم شوي يمه ايه اشوف الوي ما اعتفس نقول يا هادي يا بادي في ديتكم يا قطعة من الفوادي نقول امين مع بعض ها يلا بعد الدعاء اول البادي الف الصلاة والسلام على النبي الهادي ثاني شي يا ربي تحفظ بلادنا وتحفظ عياننا وعيالكم امين وتحقق مرادنا ومرادكم امين ويا ربي تنجحون امين في ديت عمركم اليوم احزايتنا خفيفة وحلوة وايد فيها عبر الاحزاية اليوم اسمها جوهر والطير جوهر والطير شا اسمها؟ ايوه امين الله يسلمكم هذه ريال كبير في السن وفقير ومسكير ولا عنده فلوس لا جدامه ولا وراه وعنده بيت صغير وقديم قديم قديم وايد لطق المطر طب على راسها ايوه علي يا منذر ليش ما يبني الى بيت ولا يشتري الى بيت يدي ليش؟ انا مادريش اقول حق هالولدانة اقول لك فقير فقير ما عنده فلوس ما عنده شيء الله يرزقه ايوه ايوه الله يسلمكم وهذا جوهر يشتغل زراء كل يوم الصبح ياخذ هالفاس على ظهره ويروح يشتغل مني ومني ياخذ رزقه صح في النهاية يعطونا تمن ربية ويحمد الله ويشكره على النعمة هذا جوهر عنده مره بعد طيبة وحبوبة وحليوة طيبين يوم طيبين وعلى قد حالهم وتقول الحمد لله هذه رزقنا واحنا نقول الحمد لله اللهم الاعتراض على حكمة رب العالمين دايما نقول الحمد لله يوم طبعا في القنى وفي الفقر وفي المرض وفي الصحة دايما نحمد الله ونشكره صح يوم الله يسلمكم جوهر طلع الصبح وفيه دفاسه مثل العادة يروح يدور رزقه ويدور الشقال ويزرع مني في هالزرق ويروح مني يزرع في هالمكان عشان ياخذ فلوس صح ولا لا يشتغل وهو رايح سمع صوت 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 ووس 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 قال ووس 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 شنو هذي اللي هو طير العصفور يوم يا اللي يتوفوا علي العصفور مكسورة ريلة وجناحة قال يا الله شنو انتذي وياخذ العصفور ويودي البيت طبعا عالج وعطى أدوية وحطاه في قفص وعطى أكل ومي يما جوهر ريال طيب لا الاعتناف الطيور والحيوانات عمل إنساني صح يما اي حتى في الكبار بعد يعتني اي والله يما صح بعد عمل إنساني عمل إنساني انت عاد أي عمل إنساني سووا لك المهم يا حبايبي قال له خلاص أنا بعتني فيك من يوم وساير فتم جوهر كل يوم يسولف مع الطير ويتقشمر معه أساس الطير ما يحس بالوحشة وتم يعطيه أكل ويعطيه ماء والريال بعدين يروح شغله طبعا الطير كل يوم يشوف ويه جوهر فعرف جوهر تم جوهر يقول له في ديتك في ديتك يا طير ترى هذا بيتك في ديتك في ديتك يا طير ترى هذي بيتك الطير استانس عجبه يوم هي قال هذي بيتي القفص وتم كل يوم على ذي الحال يقول له نفس القصة نفس القصة طبعا جوهر يروح الشغل يقول حق مرته سمعي أنا بروح الشغل بس ولي سلمك اهتمي في الطير أعطيه أكل أعطي ماء قالت له أنت شفيك سندرتنا أنت مع هالطير أعطوا أكل أعطوا ماء اهتموا فيه يننتنا أنت مع هالطير صح قال لها لا تعصبين يا بنت الحلال هذي حنا الطير صار أمانة في رقبتي وصار هالطير لازم أحتم فيه قالت له هات سندرتنا قال لها يا بنت الناس هذا الطير صار منا وفينا في البيت لا تسوين شي في الحيوانات لا تهوشينهم حرام الله بعدين يعاقبنا قالت له خلاص خلاص الله يحفظك فيروح الشغل ذاك اليوم هو يشتغل لقى خشب محطوط في مكان يعني مبحق حد قال هذي بوشيلة واروح أبيعه أسترزق منه وأحصل منه إن شاء الله فلوس إن شاء الله هذا الخشب وده وين؟ وده السوق يعني يبيعه باعه يعب له فلوس قال ما شاء الله أول مرة في حياتي أبيع إييني فلوس يما يعني لما اهتم في الطير زادت فلوسه أي لما تهتم في شي ربي يرزقك لما تسوي خير طبعا قال الحمد الله أول مرة يصير إنه أاخذ شي وإييني فلوس تم كل يوم على هالحال أي شي يشيله يبيعه ربي يرزقه بفلوس كل يوم كل يوم على هالحال زادت فلوسه يمان ما شاء الله صار الريال في خير ونعمة صارت عنده فلوس أدى البيته نظم بيته ويحمد الله ويشكره الحمد الله أي قام قال حق الطير أنا بسميك طير السعد لأن أنت سعد عليه وخير وبركة أنا زاد خيري زادت البركة في البيت سويت بيتي يديد أنا الحمد لله أحمد الله واشكره على النعمة في يوم الأيام يا جوهر حق مرته قال لها أنا بروح الهند عندي تجارة الهند يما؟ إيه قال أنا بروح الهند عندي تجارة يما الهند بعيدة؟ لا لا مني أكي خلي روح لندن يما؟ لا 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 روح مني أكي الهند ها هني قريبة؟ إيه قريبة خلي روح لندن يما؟ يا ربي أنا هل أصبعي ما أدريش صار في مخة؟ أنت من تميت الزخة التليفونات؟ الواتساب؟ الباب باب؟ ما أدريش إنهو؟ لاستجرام؟ ينا أنت ما أخاك اخترب؟ آسف آخر مرة خلاص؟ والله العظيم صار ما أدريش إن أول ذكي؟ أحي ما يستوأم؟ خلاص يما آخر مرة آخر مرة ما بعيدها ما بعيد بعد مرة ثانية؟ بعد ما عيدها يما ما عيدها خلاص آخر مرة آخر مرة قال له أنا بسافر الهند عندي تجارة إيه؟ لكن هايا حرمة أنا ما وصيت على الطير ترى هذه أمانة فرقبتش لازم تهتمين فيه وتعطينا أكل وتعطينا ماء والسل في معاه عشان ما يزعل روح قالت له من عيوني ذي قبل ذي وتمت وعلية كل يوم الصبح تعطي ماء تعطي أكل تعطي أشعير ما دريش تعطي وتقول لها جنيك لا لا ما تقول لها لا ما لها شو الله يا أه شفيك أنت اللي جوهر بس يقول له قلت لكم التلفون خرب مخها خلاص والمهم يا حبايبي تمت تعطي والمهم رح ريّلها إيه؟ ذاكل اليوم قوعدة الحرمة قوعدة في البيت المرة إيه قلت ليش ما نقسل أنا القفص لأنه ويد وصخ خلا نظفه وبعدين الطير يكون فيه موجود هي يا حبايبي ما تدري إن الطير يطير بطلت الباب وتم تتنظف وطار الطير طار يمرا اللي تقول يا طير ارجع يا طر الله يرحم والديك وين الطير في شبد السماء راح ولا يدري عنها قالت يا حسرتي أنا ريلي ش بيسوي فيني أكيد بيلعوزني بتهاوش معاي بيزعل معاي يعصب يما قامت قالت أنا ما في اللي أقول للحقيقة ما عندي شي ثاني تم شهر الريال في وين؟ في الهند رجع بعد شهر على طول حط الشنطة وراح حق القفاص حق القفاص قال لي يا طيري يا طيري أنت وينك يا القفاص ما في شي قال لي أنت تعالي الطير وينه قالت والله العظيم سامحني أنا ما أدري أن الطير يطير أنا والله ما أدري أنت ما قتلي أن الطير يطير قال لها في ذمتك فيه طير ما يطير ضاع الطير قالت والله العظيم أنا ما أدري أنا بنظف القفاص وطار الطير قال لها شون قال طار الطير طار الطير ويزعل ويعصب ويتضايد ولا يأكل ولا يسوي أي شي شن نفسه تم يدور في القرية في المدينة يا طير يا طير ما حادي يرد علي يما أنا عندي فكرة اللي هي؟ بنحط إعلان في السناب شات والواتس أب إن طير مفقود وكل الناس بتشوفه يا ربي ترحمنا برحمتك يا يا رمه يا أيبه شق المخرك مو بحلول الفكرة ما في واتس أب ذاك الزمن ما في شيء اي صح يا ربي صح يما صح يننتني انت يننتني خلاص خلاص آخر مرة كملي يما الله يسلمكم وتمي دوره ما قدر يرقد اليوم يوم ثاني قام خذ نفسه وقعد على البحر حزين حط يده ويطلو يا ربي وين الطير أنا أبي الطير هذا صار صديقي واحد من البيت طبعا طار وهو قاعد سمع وس 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 وش وس 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 قال يا هذي طيري ويلتفت اللي الطير في قفص عند واحد ما في هاي طير ملانا ما في طير ملانا ما في طير ملانا راح قل ريال قل لي اخي هاي طيري والله العظيم قال لا بابا 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 هاي كلام ما في زين هذا كلام ما في زين هذا طير ملانا عنا ربي هو سغير انت شيك مجنون قال لي يا ابن الناس والله العظيم طيري طيري ايه؟ طيري انا عرفه قال لا 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 هاي بابا انت وايد جن 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 هذا دير ملانعه يلا روح روح من دكان قال لي يا ابن الناس يا ابن الناس هذي طيري قال مافي يما أنا بروح اضربه وبطلع الطير من عنده بروح تهوي شويا لا يما هذي قصة يما حزاني لا 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 روح روح لا لا حزاني يبا لا تدلع روح لا لا قصة يما قصة هذي والله العظيم هذا الريالي بيئ سنبوسة قال ماذا أنا ما فيها هاي تير مال انتهى يلا روح روح قال لا والله طيري أنا بروح أشتكيك في المركز صح ويروح الريالي المركز قال لا سلام عليكم يا حضرة الضابط قال عليكم السلام إيش فيك قال والله العظيم أنتي طير والطير ضايع من عندي ولقيته عند هذي اللي بيئ سنبوسة هذا طيري أنا بيطيري قال لا نزل نحنش دراننا هاي تيرك لازم نعرف وفي إثبات أن هاي تير قال لا نادى ونادوا قال ولا تعال سلام عليكم بابا ولا بابا هاي تير مالانا ولا لازم تير مالانا أنا ما يعطي هاي نفر تير ماله هو أنا ما يعطي قال لا والله يا الضابط والله العظيم مالي قال لازل أنا بقول شيء إذا عرفاه الطير هذا مالي وإذا عرف أن طيرك أخذه قال الضابط يلا قال حقه هذي يلا قول قال حقه قام هو هذي اللي بيع سنبوسة برا 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 барارا برا 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 طير طبعا ولا معطي وي ولا سووا أي شيء ولا شن يشوفه ولا يعرف قال لا تشفت يا الطير هاي طيري قال للضابط يلا تشوف حتا قال لا في ديتك في ديتك يا طيري ترى هذا بيتك قال لي يقول للطير تك 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 قال والله العظيم طيري اعرفه قال والله العظيم طيري قال الضابط الريال كلامه صح هذا طير الريال شلون تدعي وتقول لنا طيرك قال بابا أنا والله أنا مشكلة أنا آسف آسف قال لا ما في لازم تدش السجن وتأخذ عقابك لأنه حرام اللي يكذب صح يما طبعا خذ طيره وطار من الفرحة طار من الفرحة استانس هذا ودى البيت وقعد يطال أو يحببه طبعا لأن الطير بدا يفهم حق جوهر وجوهر بدا يفهم حق الطير عرفون بعض لأن الحيوانات الأليفة يحسون باللي يحبهم ويعرفون اللي يعطف عليهم عشان شذيه صاروا ربع جوهر والطير طبعا الحزاية خلصت بس شنو استفدنا من الحزاية شنو 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 حبايبي أنتو حبايبي وأحبكم بس واحد واحد في ديت عمركم أنا يما أنا 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 يما أنا لا لا أنت أصلا هاي التوكتوك ما الشي اسمه خرب مخك أوكي ما خلاش خليهم هم يجاوبوا يلا قولي إنه ما نشذب صح أنت آقا أنا نشذب آي لازم نحب الحيوانات وما نشذب صح أنت ما نسرق شيء ما نسرق أنت ما نكذب منزين خلاص خلاص حبايبي في ديت عمركم أنتو اللي فهمناه من هالقصة يا حبايبي كل اللي قلتو صح بس اللي نفهم من هالقصة إن الإنسان ما يأخذ شيء ما هوب له صح يما وإن الإنسان ما يجذب لما يأخذ شيء يقول لي هذا حرام عند رب العالمين كل إنسان اللي له يقول لي نسوي الخير يما نسوي الخير إن كان على الإنسان وإلا الحيوان ونحب بعض ونحترم الحيوانات الأليفة ما بتحبون لي أسد والله عبالكم حيوان أليف هذه الأسد بعد ما يلاعب هذه طالعك والله تخق من كبرك من الخوف فيا حبايبي انتهت قصتنا بس قبل لنخلص في دعاء نقول له نختم بدعاء بعد نقول يا الله تحفظ ديرتنا آمين لا 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 هذا كلام ما يصير لازم صوت واحد يا ربي تحفظ ديرتنا آمين شيخنا وعزوتنا آمين والدوم علينا وحدتنا آمين لأنها مصدر قوتنا آمين يا حبايبي يعني ربي ينجحكم آمين ويعني ربي إن شاء الله أشوفكم في أعلى المناصب آمين ويا ربي أشوفكم بصحة وعافية آمين ونلتقي دايما على خير وعلى صحة آمين وأشوفكم أسعد الناس يا رب العالمين آمين آمين أعجباتكم آمين أعجباتكم ولا لا آمين لا بدأت عمركم أنا ربي يحفظكم يا رب شكرا